عبر الواتساب استدرجهما لشراء ثلاثين جهاز آيفون وعند الوصول إليه قتلهم صفقة رقمية وهمية بقيمة أربعين مليون دينار تقريبا أودت بحياة الشقيقين قصي ورائد بعد تعرضهما للنصب والاحتيال الإلكتروني ثم القتل والقصة بتفصيلاتها على لسان ذويهم تواصلوا إليهم طريق البيت وتليفون دقا عليهم اتفقوا على صفقة موبايلة 30 موبايل 13 برو آيفون سعر الموبايل واحد وربع تقريبا وصلهم للجسر اليوسفية وصلوا وبالجسر اليوسفية نفذ المشروع مالتي ساعدوا إليهم في جيك الأجهزة في حصين وما اتفقوا على السعر يرجعون على أساس كتلهم وكتلهم كل واحد ضربه واحد أخوي الزغير ضربه أربع طلقات نفذ عليهم وتشبير خمس طلقات وأخذ الأجهزة ورائح حادثة القتل الغادرة حصلت في ناحية اليوسفية القاتل مجهول لغاية الآن أما مكان الحادثة فلا يخلو من الكاميرات وفق حديث المغدورين وهذا ما جعلهم يناشدون لتتبع القاتل عبرها من أجل إلقاء القبض عليه علاقة كل كاميرات يشترون على أنظام الكاميرات فكاميرات موجودة دائر ما دائر بغداد وبدأت على هذه الشوارع السريعة فموجودة كاميرات يسحبون الكاميرات ويعرفون النجاني ويقولون غبض عليه فنطالب من الجهات المختصة ومن دولة رئيس الوزراء ومن الجهات المعنية بأن تلقاننا هذا الشخص الجاني وإن شاء الله تعالى يقولونه ونطالب منعدهم بأن يطلعون الكاميرات لأن هناك متواجدة كاميرات حرارية طريقة جديدة في النصب والاحتيال ثم القتل عبر استدراج بايع السلع من المشتري لسرقته وقتله جرائم تنوعت فيها أساليب القتل وزرعت الخوف من عمليات التوصيل في وقت ينتظر من الأجهزة الأمنية إجراءات رادعة من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنع